رئيس الوزير الخارجية الامريكي تناقش وفي ما يبدو ان زيارته للخرطوم كانت كما استنتج يعني دي مش معلومة دي تحليل مني يعني ذهب الى سودان ليه الحديث فيه نقطتين نرفع اسموكم من الدول الرعاية للرهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل ده اللي انا فهمته ده اللي انا فهمه من ما بين السطور ليه لان الدكتور عبدالله الحمدوك رد على وزير الخارجية الامريكي رد قال له ايه فيما يخص الطلب الامريكي بتطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل اوضح الدكتور الحمدوك للوزير الامريكي قال له ايه ان المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض باجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة ولا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام لتقرير بشأن التطبيع مع اسرائيل وان هذا الامر يتم التقرير فيه بعد اكمال اجهزة الحكم الانتقالي في السودان ودعا رئيس الوزراء الادارة الامريكية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي الارهاب ومسألة التطبيع مع اسرائيل ده الكلام اللي انا قلته وهو معنى هذا الكلام من كلام اللي انا قلته الولاياتي من دقتين كان صحيح انه هو رئيس وزير الخارجية الامريكية راحل السودان قال لهم يا جماعة هتطبعوا مع اسرائيل هنشيل اسمكم من قائم الدول الراعي الارهاب الهوة ده النظام الادارة الامريكية ادارة بتعرف المصلحة انا عايز ايه وانت تديني ايه اشيل اسمك من قائم الدول الراعي الارهاب اه يا ريت والله بس طبع مع اسرائيل طبع احزف اسمك انت هستمر ارهابي لو لم تطبع مع اسرائيل وانا بقول دكتور حمدوك رد عليهم قال لهم والله انا مش بقيدي مش من صلاحياتي كحكومة سودانية انتقالية ان انا اطبع مع اسرائيل لانه انا جاي عندي مهمة محددة ايه ادارة الدولة مؤقتا لحين ازهاب الى انتخابات لما يجي الناس المنتخبين من الدولة من الشعب يطبعوا برحتهم لكن انا بيقول الوزير الامريكي ليس من صلاحياتي سيكون هذا خارج حدود صلاحياتي كرئيس وزراء انتقالي او مؤقت فطالب بان يكون هناك فصلا بين المطالبة الامريكية بالتطبيع مع اسرائيل والمطالبة السودانية بحزف اسم السودان او ازالة اسم السودان من الدول الرائعية الارهاب وانا اعتقد انه يعني السودان النهاردة التلات استقبلت ابي احمد واستقبلت وزير خارجي الامريكي ده شايف انا فيه تغيير فيه الخريطة وتغيير في المعادلات السودان التي كانت محاصرة على مدار السنوات لانه كان فيها النظام نظام البشير كان نظام اخواني خلينا اقول بس بشكله وباخر كان نظام اخواني وانتو عارفين الترابي كان احد قارد تنظيم الدولي الاخوان المسلمين وحصل ما حصل يعني السودان نفاكر من ايام الرئيس المبارك ومحاولة اقتل الرئيس المبارك في اثيوبيا عن طريق السودانيين والى اخره والترابي كان هو الترابي اعترف بالمناسبة انه هو اللي كان مخطط لهذه العملية الترابي كان رئيس مجلس الامة السوداني اعترف وزعناها في اهل الشر هو اعترف اعترف واضح انه هو الذي خطط ومولى عملية اغتيال الرئيس المصري في اديسابابا ده مش سر ده موجود ومنشوره ممكن ان نشغله يا براهيم النهاردة حطنا على الموقع على الصفحة بتاعتنا عشان نستفكر حط لي موضوع الترابي النهاردة على الصفحة برنامج بلورة والآن لانه التاريخ كان مليان التاريخ مليان والتفاصيل كتير لكن احنا بنحاول نخرج من التفاصيل ونصل الى المرحلة الحالية السودان الآن في حالة جديدة شكل جديد في هيئة جديدة بندعو له بالتوفيق وبنساعد بندعو وانا فاكركم من حوالي ايام يعني اسبوع اللي اكتر كان الدكتور مصطفى مدبولي ومعظم قضاء الحكومة في السودان واستقبال حافل واتفاق على عونة اللجنة المصرية السودان المشتركة والتكامل ومشاريع التكاملية بيننا وبين السودان كتير بيننا وبين السودان ما لم يستطيع البشير ونظامه ويخربوا عندنا كتير جدا بيننا وبين الشعب شعب المصر وشعب السودان بعيدة نحات الحكومات والحكام وغيره